السلام عليكم باسكراب الكريم من قناة كلية الباربونت اليوم نحن بدرس جديد عن كيفية تصميم بوستر خاص بالجامعات ويمكن لأي شخص التعديل عليه كما قلت هذا البوستر خاص بالجامعات حول جامعة الملكة سعود سوف نقوم بتصميم هذا البوستر فقط نقوم بالضغط على شريحة جديدة قبلها يجب الداب له تصميم هنا ونختار حجم شريحة ونختار تخصيص حجم شريحة نختار هنا عمودي وهنا نختار نوعية الورقة A4 ونقوم بالضغط على موافق ممتازة المرحلة الأولى قد انتهينا منها نداب إلى المرحلة الثانية نقوم فقط بجلب هذه الزغرفة ونقلها إلى هنا ونقوم بتنسيق صورة هنا ونقوم بقص هذه الصورة إلى نصفين أو قص هذه الزغرفة إلى نصفين ممتاز نقوم فقط بوضعها في الأعلى هنا ونقوم بوضع نسخ رسكرها وقلبها عكس اتجاه ونقوم فقط بوضعها في الأسفل ممتاز فقط تعديل الشكل ممتاز ونقوم فقط بوضعها في الأسفل تكبير قليلا ممتاز تبدو الأمور جيدة الآن نقوم فقط بجلب الصورة الطالبة أو الطالبة ونقوم بوضعها هنا وإرسالها 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 إلى الخلف تكبير الصورة قليلا ووضعها هنا وهكذا تبدو الصورة كبيرة بعض الشيء نقوم بالتقليص بعض الشيء ممتاز تبدو الصورة جيدة تبدو هكذا جيدة ممتاز مدى نفعل الآن فقط نقوم بجلب المعلومات معلومات اتصال مثل بار كود نقوم بوضعها هنا هكذا أو كذلك رقم الهاتف يمكن وضع رقم الهاتف الجامعة نقوم بتصغير فقط البر كود هكذا رقم الهاتف موجود هنا فقط نقوم بنسخه فقط أمر بسيط ولسق الآن مدى نفعل نقوم بجلب معلومات حول الجامعة نقوم هنا إدراج ولا أشكال هنا نقوم بكتابة المعلومات الجامعة نقوم فقط بالذهب إلى موقع الجامعة نقوم بنسخ المعلومات هذا هو موقع الملكة جامعة ملك سعود نسخ لسق نسخ 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 كل المعلومات نقوم فقط بنسخها و فقط نقوم بأخذ المعلومات بالترتيب فقط هنا الجامعة نقوم بتغيير الخط واللون أبيض ونختار الحروف كلها كبيرة هكذا نقوم بضغطها هنا وتكبير قليلا نفس الشيء نقوم بجلب باقي المعلومات وأخذها هنا فقط تصغير الخط وضبط اختار نوعية الخط مناسبة مثلا هذه أو هذه ممتاز ماذا بقية فقط نقوم ببعض التعديلات هنا فقط هنا نقوم فقط ببعض التعديلات بسيطة هنا كذلك نقوم بتصغير الحجم قليلا ونضع ونضعها هنا ممتاز تبدو الأمور جيدة ممتاز نقوم فقط بجلب الشعار الجميع كذلك ونقوم بوضعها هنا ونقوم بتغيير اللون تنسيق صورة ونختار اللون الأبيض ونقوم بوضعها هنا ممتاز تبدو الأمور جيدة حتى الآن فقط نقوم بوضع عينا فقط هنا ممتاز هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية يمكنكم اختيار الصورة التي تجدونها مناسبة يمكن فقط ضغط على هنا ملف وتصدير صورة ويمكنكم هنا تضغط تغيير من نوع ملف ووضع هنا تصدير الصورة فقط هنا يتم تصدير الصورة ونشرها على أي وسائل التواصل اذا كان معكم بسكر يا عبد الكريم على قناة كليل باربانت واتمتم في رعاية الله وحفظه